لو عكس تزاوية الصورة مش هعرف يعمل لك حاجة أعمل جديد وما ابتكر لأنك تعبت فيه فالنهاردة انت ما تدخل صوت وتبتدي تدخل الصوت ده تدخل معه صوت تاني وبعد كده صوت تالت عشان تاخد مبرة معينة يعني بتشتغل على الصوت عشان توصل لأقرب صوت فانت شجال عليه انت بخدتش صوت وعملته فقصة كبيرة يعني انت الفكرة دي جات لك منين؟ ان انا هاخد بصمة صوت وأعمل عليها استرسال اربع بصمات صوت مش بصمة واحدة يعني دول اربع أصوات اربع أصوات لو انا ذكرت البقية حلاقي بقى مصيبة بقى يعني هتلاقي الدول يا كلها يعني مش بس الست لكن فيه ثلاثة تانية لا فيه خمس أصوات فيهم والصوت اللي احنا سمعناه ده ده المزيج بتاع الاربع بصمات بالضبط فيطلع لك حاجة قديمة زي اللي بكتب تسمع لانه زمان كلهم بيزغنوا كده التون ده الزنة دي فاستغربت من الهجوم ده المنظم المرتب فجأة تلاقي كل الصحافة يا كدبة فيه فيه ايه انا راجل عايز ابدع في حاجة فيه ايه فكرة الاربع بصمات ومسجهم علشان اطلع شيء ما جتلك ازاي اقولك جتلي ازاي الوحي ينزل امتى الفكرة ايوه الفكرة جت ان انت مش عا انا عامل الفكرة اللي هي بتاعت التراث دي من اربع سنين زي ما قلتلك صح اه ولغاني مرمية عندي حوالي كم اغنية؟ حوالي ستاشر اغنية ستاشر اغنية ستاشر اغنية ستاشر غن ستاشر غن وبقى اللي تليقى اللي كأن الله يرحمه طبعا اللي بعزه جدا وبحبه جدا يعني وكان قضوتي الاستاذ سيد مكاوي الله يرحمه اه يعني الله يرحمه يا رب قالك مشوار مشيناتا الطريقة بتاعت التلحين بتاعته اه الطريقة بتاعت الغنى بتاعته وعملت شوية حاجات كده كتير وسبتها وسبتها موجودة لغاية ما جات الفكرة دي قلت تا ما اجرب تاك 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 روحت منزل وانا بجرب يعني انا عملت وانا يعني انا بجرب خلاص خدت الحت الصغيرة بتاعت وافتكرلك ايدي وروحت منزلها في ساعيتها بس لقيت الدنيا قامت ما عادتش اي حد سمع على تيزر ده اتخض انا واحد من الناس عملت كده اه ليه بقى لانه قبلها بيومين حد كان منزل حاجة على تيك توك بصوت عبدالحليم اه وقالوا ان دا استنسخ عبدالحليم بعيد خالص بعيد طماما وحش بصراحة يعني استنسخ سيء اه فحتى انا قعدت كده مع نفسي مجرد تفكير قلت يا جماعة موضوع الكلوننج بتاع الارتفشل انتالجنس ده لسه قدامه شوية على معي قدامه بس هيوصل حيوصل وكلام من ده لما انا سمعت التيزر اللي انت عامله واللي انت ما قلتش فيه دي ام كلسوم انت قلت انا نفسي الاحنا انت ما قلتش دي ام كلسوم وبالتالي انا بظل بفاكرة بقى صوت عالي هو محدش هيقدر يقول لك ليت التالتة كاملة انت ما قلتش ان دي مكلسوم بالمناسبة فانا سكدت كده عملت كده ايوه ناس كتيرة اه فيه ناس كتابتلي انا ما رعوبة ما انت تترعبوش يا جماعة يا جماعة دي فكرة حتطلع اجيال جديدة وموسيقيين كتير هيشتغلوا حيبقى عندك موسيقيين كلهم انت عندك المعهد الموسيقى وكل التربية موسيقية بتطلع كل سنة موسيقيين كتير بتوديهم فين؟ بيجي لهم احباط الشباب عنده احباط تخيل بقى اما يكون عندك ماتيريال جديد وكونتنت جديد من الشكل الموسيقي ده